المشقة نوعان مشقة ملازمة للعبادة كالجوع والعطش في الصيام فهذه المشقة يثاب عليها المسلم وكذلك المشقة في الوضوء والغسل وإسباغ الوضوء على المكاره في فصل الشتاء والنوع الآخر من أنواع المشقة هو المشقة التي لا تقتضيها العبادة ولا تستلزمها فلا يؤجر عليها الإنسان إذا تعمدها كمن تعمد ترك سخان الماء واغتسل بالماء البارد أو تعمد الوقوف في الشمس أثناء الصيام فهذا إلى البدعة والإثم أقرب